السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلبة وطلباته الصف الثالث الثانوي أهلا ومرحبا بكم في درس أنماط الظاهرة الاجتماعية أولا تعالى نتعرف على العادات الاجتماعية والتعرف على معنى العرف والتعرف على النظام الاجتماعي ومجموعة القوانين والقواعد والتعرف على أنماط الظاهرة الاجتماعية أولا تعالى نتعرف على المقدمة للظاهرة الاجتماعية أشكال مختلفة وقد تتخذ شكل التصور الجمعي أو النمط الثقافي ومن أهم أشكال الظاهرة الاجتماعية العادات الاجتماعية ويقصد بالعادات الاجتماعية هي مجموعة من الأفعال والأعمال تنشأ لوجود الجماعة بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضحها مثال على ذلك أداب الحديث وأداب الطعام وقواعد السلوك العام للناس ومن الملاحظ أن بعض العادات قد تكون مفيدة ونفعة للحياة الاجتماعية مما يؤدي إلى وحدة المجتمع وتقوية الروابط بين أفراده والتجانس في تصرفته مثال أداب السلوك العام وأداب الطعام والحديث وصلة الأرحام وبعض العادات قد تكون شازة وضارة وقد تكون بمثابة حالات مرضية تنتاب المجتمع مثل التداوب السحر وطعات المخدرات والنواحي إلى الموت اللي هو الصويت على الموتة والتبزير في الاحتفالة اتنين العرف ويقصد به مجموعة من الأفكار والأراء والمعتقدات الاجتماعية التي تنتشر بين الناس وتمتزج بسلوكهم وتصرفاتهم ولا يملكون إلا التسليم بها ويسير وفق ما تقضي به ومن أمثلة ذلك ما يتعرف عليه الناس في المجتمع من ضرورة العطف على الصغير واحترام الكبير ويضطر الأفراد إلى الخضوع لهذه المعتقدات لأنها تستمد قوتها من فكر الجماعة وعقائدها ويتمثل العرف في تحريم بعض الأعمال لارتباطها بقوة مؤثرة في طبيعة الحوادث مثل عدم كنس المنازل ليلا ظن منهم أن هذه الأمور تجلب التعاسى والخراب والبلاء وتمثل العرف في الحكم والأمثال والأغاني الشعبية والقصص الأدبية ومن الحكم والأمثال الشعبية التي تتردد على ألسنة الناس الوقت كالسيف القناعة كنز لا يفنى الطيور على أشكالها تقع واعتبر العرف وما يتصل به من العقائد الشعبية وأفكار العامة هم جزء في دستور الأمة غير المكتوب وقد يصل إلى درجة القواعد القانونية وهو بذلك يختلف عن العادات في ارتباطها بالناحية العقادية والعقلية أما العادات فهي مجرد أفعال وأعمال يغلب عليها الجانب السلوكي تلاتة التقاليد وهي عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة أو طائفة محددة أو بيئة خاصة مثل تقاليد أصحاب الميان والحرف زي تقاليد أسادسة الجامعة والقضاء والمدرسين وتنشأ التقاليد على الاتفاق الجامعي على أوضاع معينة في المجتمع الذي تنشأ فيه ولذلك فأنها تستمد قوتها من قوة الطبق أو الهيئة التي يتفق عليها أربع النظام الاجتماعي والنظام الاجتماعي هو مجموعة القوانين والقواعد والأوضاع والقوالب العامة التي تنشأ من اجتماع الأفراد وتبادل أفكارهم والتحاد مصالحهم بصفة تلقائية من أجل تحقيق دوافعهم الاجتماعية وحاجاتهم الضرورية وأهدافهم المشترك ومن أمثلة ذلك النظام السياسي والنظام التربوي والنظام الاقتصادي ملقص الدرس تعال نتعرف على أنماط الزائرة الاجتماعية وأشكال الزائرة الاجتماعية والعادات الاجتماعية والتعرف على العرف والتقاليد والتعرف على النظام الاجتماعي ومجموعة القوانين والقواعد والتعرف على النظام السياسي والنظام التربوي والنظام الاقتصادي سؤال متروك للطالب سن واحد حدد العوامل التي تؤثر على قيام العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجمع سن اتنين تمثل العلاقات الاجتماعية ضرورة وحاجة دلل على ذلك سن ثلاثة حدد المعايير التي اتخذها العلماء أساسا لتصنيف العلاقات الإتماعية سن أربعة ميز بين كل من العلاقات المجمعة والعلاقات المفرقة وبكذا نكون قد انتهينا من درسنا على أمل بلقاء انقدر لنا البقاء واللقاء مع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته